نحن الآن على مقربة من خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي حيث ازدادت وطيرة القصف في الفترة الأخيرة من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها على هذه المنطقة تحديدا في ريف إدلب الجنوبي القرى والبلدات القريبة والبعيدة عن خطوط التماس ستحدث هنا عن استهداف الاستهداف المتواصل ومتكرر لكنصفرة ورويحة وممعار بليت ومجدلية وسان بالإضافة أيضا إلى كفر عمى وكفر تعال وغيرها من القرى في ريف حلب بالإضافة أيضا إلى سهل الغاب وريف اللاذقية وهنا الحديث عن السرمانية ودوير الأكراد بالإضافة أيضا إلى التفاحية تتسع رقعة استهداف قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها للقرى والبلدات القريبة والبعيدة من خطوط التماس ويزداد معها دائما تخوف المدنيين من هذا القصف المتواصل والمتكرر وآخرها كان التدخل من قبل المقاتلات الحربية الروسية والسهداف بزابور إذا هذا القصف ربما سينتهي بموجة نزوح جديدة إذا ما استمر وهنا تخوف الأهالي من موجة نزوح جديدة من هذه المنطقة ابتجاه المخيمات على الحدود السورية التركية مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريفو إدلب